اشتركوا في القناة وما تنسيش تفعلي الجرس عشان يوصلك اي فيديو دي تبنزله ولو الفيديو عجبك عايز الايك كبير اوي للفيديو عايزين نوصل الفيديو ده لعدد كبير اوي من اللايكات الكفتة دي بتبقى حلوة اوي لما نقدمها معروزة بالشعرية ووكبت غدا سريع اوي لو انت محضرة في الغدا ومش عارفة تعملي غدا ايه بتكون المنكس بصراحة هنعملها بطريقة سهلة جدا يلا بينا نشوف هنعمل الكفتة الحلوة دي ازاي اول حاجة هنجيب بولة غويتة ونحط فيها بصلة كبيرة مبشورة ناعم وهنحط اللحمة مفرومة برضو تكون مفرومة وشين هنتبل بملح وفلفل اسود ورشة صغيرة من جوستي طيب نص معلقة من بهرات اللحمة هنعجن كل المكونات دي مع بعض بس نعجن كويس عشان احنا عايزين العجينة تكون ناعمة خالص علشان نعرف نشكلها هناخد بقى من اللحمة كتعة صغيرة وهنشكلها كور صغيرة بالشكل ده بس بلاش حجمها يكون صغير قوي عشان لسه حجمها يقل في السواء هنشكلها بالشكل ده وهندخلها التلاجة ساعة مش اقلل من ساعة لشان ما تفوقش مننا واحنا بنحمرها بعد ما تعدي الساعة ونخرجها من التلاجة هنجيب طوصة كبيرة ونحط فيها شوية زيت وهنبدأ ننزل بكور اللحمة اللي شكلناها بس بلاش نقلب لحد ما توصل لللون دوت علشان ما تفوقش مننا في السواء واول ما توصل لللون ده من الجنبين نقدر نقلبها براحتنا مش هتفوق خالص واول ما تتحمر من النحيتين هنطلعها وفي نفس التصل اللي حمرنا فيها هنحط معلقة طوم كبيرة وهنشوح الطوم لحد ما يصفر واول ما يوصل لللون ده هننزل بمعلقتين صلصة كبار وهنقلبهم مع بعض كويس وبعد كده هنتبه الخلطة جميلة زيب ملح وفلفل اسود ونص معلقة كوزبرة نشفة وهنقلبهم مع بعض كويس وهنضيف كوبية ونص من المية هنسيب الخلطة دي اول ما تغلي احنا مش هنسيبها تتسبب خالص مجرد بس ما تبدأ تغلي هننزل قوار اللحمة في الفلسوس الاحمر ده شايفين اول ما توصل لدرجة الغليان ده هننزل بقوار اللحمة كلها هنقلب تقريبة بسيطة واول ما السوس ما يبدأ يتقل هيكون كده ان شاء الله الكفتة جاهزة معينا بجد طريقة سهلة جدا وطعم طحفة جربوا الطريقة دي ان شاء الله اتعجبكم وبكده نكون خلصنا طبق الكفتة الطحفة الجميل ده شايفين السوس الاحمر نزل عليها بطريقة بجد فضيعة جربوا الطريقة دي انا واسكن هي تعجبكم تقدروا تقدموها مع رز بالشعرية او رز ابيض عادي مع طبق سلطة وكده تكون وجبة متكاملة للغدا ان شاء الله تعملوها بتعجبكم وفي نهاية الفيديو لو الطريقة اعجبتك لايك كبير اول الفيديو وما تنسيش تشترك في قناة وتفعلك جرس عشان يوصلك اي فيديو دي بنزله هشوفكم على خير يا رب ان شاء الله في الفيديو اللي جاي مع السلامة